نعيم بعبيد إذ يغرس روضا من زهر معانيها في ركب الأسماء سنحيا تطربنا نغمة حادها عملا وسلوكا وفلاحا قد أفلح من سيزكيها الله في حياتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدي وحبيب المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب افتح وأنت خير الفاتحين يا رب سدد وأنت خير من تسدد اللهم لك الحمد رب العالمين على نعمائك لك الحمد على عطائك يا رب نعمك تترى آلاءك لا تحصى وأعظم نعم نحن فيها في هذه الساعة أنك أذنت لنا بالحديث عنك أذنت لنا بالتعرف عليك سمحت لنا أن نكون في بلاطك أعطيتنا الإذن مرارا متكلما ومشاهدين أن نكون ممن يستأنسون بالتعرف عليك أكرر دائما أعظم شيء في هذه الحياة أن نقطع طول هذه الحياة متعرفين على الله متعرفين على الملك متعرفين على العظيم متعرفين على الجميل متعرفين على الكريم نعم تكلمنا في اللقاء الماضي عن اسم الله الكريم ونجدد اللقاء مرة أخرى ونواصل الحديث عن اسم الله الكريم ولكن من زاوية التخلق كنا في زاوية التعلق متعرفين على ربنا وما استطعنا أن نحصي كرم الله في دقائق معدودة ولكن لا يعرف الله إلا الله من الذي يحيط بربنا سبحانه وتعالى جل في علا لكنها لمحات إشارات هذه الإشارات تجعلنا نتحمس في التعرف على ربنا ونجعل ونكرس هذه الحياة من أجل أن نتعرف على ربنا سبحانه وتعالى جل في علا يا سادة الكرام إخواني وأخواتي الله عز وجل سبحانه وتعالى من معاني اسمه الكريم ومن المعاني العجيبة أنه يعطي ثم يثني يعطي ثم يثني وهذا نادر من يعطي يعني إن لم يتمنن ويشير أنه قد أعطى أقل شيء أنه يصمت لكن ربنا لا يعطي عطاء عجيبا وبعدين يثني عليك اسمعوا ماذا يقول الله عن عبده أيوب عليه الصلاة والسلام يقول إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابُ نِعْمَ الْعَبْدِ ثناء تخيلوا لما ربنا يقول يعني أنتم متخيلين هذه الكلمة في حياتنا لو قلت لواحد والنعم يعني يطير فرحا ويشمخ كما يقولون بهامته وعنقه إنه مُدح وأثني عليه أنتم متخيلين ربنا رب العزة والجلال يقول لواحد من مخلوقاته ومن عباده يقول له وَلْنِعْمُ بِكَ شيء عظيم هذا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابُ أَعْطَى وَمَنَحْ منزلة النبوة منزلة الكرامة ثم بعد ذلك أعطاه من الخيرات خلصه من الأمراض عفاه من الأسقام مِنًا متتالية وبعدين يقول نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابُ إذن شفوا الكرم الرباني الله عز وجل سبحانه وتعالى جل فعلا يفعل هذا مع عباده أجمعين كل ما نحن فيه من النعيم هو من الله سبحانه وتعالى جل فعلا عجيب أنك لا ترى آية واحدة في كتاب الله عز وجل الله يتمنن بهذه الآية على خلقه إنما يذكر لنا النعيم من باب فقط أنه هو ربنا المنعم المتفضل من باب التنبيه على نعمه والتنبيه على فضله سبحانه وتعالى ليس أكثر من ذلك أي كرم هذا كرم عظيم إنه هو الكريم ورد اسم الله الأكرم في آية واحدة في كتاب الله وموطن الآية تعطيك إشارة واللبيب بالإشارة يفهم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم من لم يدرك أن من كبريات النعم في الوجود أن تفهم أن تدرك أن تعرف أن تعي وأن أكبر مشروع في حياة الإنسان السوي مشروع الوعي أن يعي وأن يعيش واعيا مدركا عارفا متعلما عيب أن نقابل الله بالجهل عيب أن نلقى الله ونحن لم نحصي في هذه الحياة علما من العيب أن نلقى الله يوم القيامة ونحن لم نتحسس النعم ما استعملنا الحواس الخمسة إلى أكبر طاقة ممكنة عينك عقلك فؤادك سمعك بصرك كل هذه الأشياء جعلها الله فيك لماذا لتكون عالما واعيا عارفا فأكبر نعمة أكبر كرم استعمل الله اسمه الأكرم عندما يكرمك الله عز وجل بالمعرفة اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق يقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم أعظم كرم لذلك النبوة من الدرجات العليا من الكرم لأن الله قد تولى صناعة الأنبياء وتصميم الأنبياء إنك بأعيننا كما قال الله سبحانه وتعالى في حمايتنا في حفظنا في رعايتنا وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني على موسى عليه الصلاة والسلام إيش هذا لأنه نعيم عظيم باسم الله الأكرم أن يعلموا منزلة النبوة وأن يدركوا شيئا لا يدركه غيرهم فكلما ارتقيت في العلم أنت ممن أكرمهم الله باسمه الأكرم الكريم سبحانه وتعالى ندخل في جدولنا الأسبوع ونشوف بالضبط كيف نعبد الله عز وجل باسمه الكريم كيف نتخلق باسم الله الكريم كيف نغير حياتنا باسمه الكريم كيف نكون ممن دخلوا في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله كريم يحب الكرماء السبت مثلا تقول تعلم الذكاء العاطفي تعرف وش معنى الذكاء العاطفي إنك تنظر في عيني الوالدين الكريمين في عين الزوجة في عين الأولاد الأصدقاء الأحباب الجيران من معك وتعرف هم ما يشبه ماذا يريدون بدون ما يتكلموا لأن الله يعطي بغير ما طلب ولا سؤال يعرف أحوالك فيمنحك من عنده سبحانه وتعالى فجميل أن نتعلم الذكاء العاطفي في حياتنا حتى نكون من الكرماء والكرم الأصل فيه هو إن شيء داخلي اليوم اللي بعد الابتسامة دائمة ليش لأن حقيقة من يبخل بالابتسامة هذا بخيل في داخله أبسط شيء تملك إنك أنت تضحك إنك تبتسم إنك تهشف وجه من تقابله شيء جميل لأنه هذا كرم داخلي فالابتسامة كرم ثم اليوم اللي بعد أكرم نفسك بالسجود لأن الله سبحانه وتعالى جل في علا أعطانا إشارة في آية عظيمة في كتابه الكريم هذه الآية تدل على أن من أكرمهم هم أولئك الذين سجدوا لله قال الله وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب وبعد ذلك قال ومن يهن الله فما له من مكرم اليوم اللي بعده أرجوك ابدأ رحلة التعلم رحلة إكرام نفسك بالقراءة بالعلم بالفهم بالإدراك ادخل في برامج معينة خش في مناطق معينة تكن من أصحاب كما يقولون الرقي في العلم وفي التعلم كذلك يوم الأربعاء مثلا أرجوك أن تكون محط آمال من حولك خلي الناس يتأملوا فيك خيرا لأن الكريم سبحانه وتعالى هو محط آمال خلقه الكريم هو محط آمال الخلق نعم هو محط آمالنا ورجائنا وثنائنا وطلبنا سبحانه وتعالى على طول يقفز في ذهنك تبغى أي شيء حتروح لمن لله سبحانه وتعالى لأنه كريم إذن هل أنت هكذا الناس دائما بدون كما يقولون تردد يرفع السماعة يا فلان أريد كذا وكذا وكذا يا فلان حصلت للمشكلة الفلانية يا فلان ما لي بعد الله بعد الله سبحانه وتعالى غيرك كن محط آمال من حولك تكون كريما وهذا من أجل أنواع الكرم أن تقصد أن يقصدك الناس ثم تعرف ما يريدون وهذا من أسمى معاني الكرم وأن تكون محط آمال من حولك يا رب أكرمنا بكرمك يا كريم واجعلنا من أكرم الناس يا أرحم الراحمين واجعل يدنا عليا ولا تجعلها سفلة بفضلك ومنك يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لله تعالى أسماء حسنى وصفات يبديها تتجلى في ثوب كمال وتمس الروح فتحييها أنعن بعبيد إذ يغرس روضا من زهر معانيها في ركب الأسماء سنحيا تطربنا نغمة حادها عملا وسلوكا وفلاحا قد أفلح من سيزكيها الله في حياتي